موسيقى رئيس الوزراء يوجه بسرعة التوسع في صناعة الكمامات والتعاقد على الامصال الخاصة بالانفلونزا الموسمية الصحة تعلن تسجيل 388 حالة ايجابية جديدة لفيروس كورونا و 16 حالة وفاة اربعمائة وخمسين من المصريين العالقين في الكويت يغادرون الى القاهرة على متن ثلاث رحلات جوية عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا صباح اليوم لمتابعة الموقف الطبي الحالي بشأن مجابة فيروس كورونا وذلك بحضور المسؤولين المعنين وخلال الاجتماع اطمأن رئيس مجلس الوزراء على توفير المستلزمات الطبية وكافة احتياجات مختلف المستشفيات التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي واشدد على ضرورة الحرس على متابعة الالتزام بالاجراءات الوقائية لتجنب الاصابة بالفيروس كورونا في كافة قطاعات الدولة ومختلف المؤسسات الاخرى كما كلف رئيس الوزراء بالتعاقد على الامصال الخاصة بالانفلونزا الموسمية وذلك لتكون متوافرة مع بداية موسم الشتاء المقبل وصلت الغواصة اس ثلاثة واربعين من طراز مائتين وتسعة على الف واربعمائة المانية الصنع الى قاعدة الاسكندرية البحرية قادمة من ميناء كيل بدولة المانيا المزيد في سياق التقرير التالي المزيد في سياق التقرير التالي وصلت الى قاعدة الاسكندرية البحرية الغواصة اس ثلاثة واربعين من طراز مائتين وتسعة على الف واربعمائة المانية الصنع قادمة من ميناء كيل بدولة المانيا بعد ان ابحرت لمسافة سبعة الاف وثمانمائة كيلو متر خلال عشرين يوما بطاقمها المصري وتعد هذه الغواصة هي الثالثة من اصل اربع غواصات تعاقدت عليها جمهورية مصر العربية عام الفين واربعة عشر تعزيزا لقدراتها الدفاعية وكفاءتها القتالية ولتحقيق الامن البحري وحماية السواحل المصرية والمصالح الاقتصادية بين البحرين الاحمر والمتوسط وذلك طبقا للبرنامج الزمني المحدد والذي يعكس عمق علاقات التعاون التي تربط بين القوات البحرية المصرية والالمانية وجهود القيادة السياسية ودعمها الجاد والقوي لدفع العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات وتعد الغواصة اس ثلاثة واربعين مع مثيلتها نقلة غير مسبوقة للقوات البحرية المصرية مما سيساهم في رفع تصنيفها عالميا وتعتبر الغواصة من احدث الطرازات الهجومية على مستوى العالم حيث لديها القدرة على اطلاق سواريخ مضادة لسفن كما انها تقوم بزراعة الالغام البحرية واستهداف المواقع البرية الساحلية ولها دور مهم في مرافقة وحماية حاملات الطائرات وتستطيع الابحار لمسافة احد عشر الف ميل بحري وتبلغ سرعتها تحت الماء اربعين كيلو مترا على الساعة وتغوص حتى عمق خمسمائة متر تحت سطح الماء وتضم الغواصة ثماني انابيب تربيد ومخزنا يسع اربعة عشر تربيدا مزودة باحدث انظمة الملاحة والاتصالات وتمتلك حزمة كبيرة من الاجهزة الفنية والاجراءات الدفاعية موسيقى واكد الفريق احمد خالد قائد القوات البحرية في كلمته اثناء الاحتفال بوصول الغواصة الى قاعدة الاسكندرية ان القوات البحرية سوف تظل على العهد دائما في حماية حدود وسواحل مصر ومصالحها الاقتصادية موجها الشكر الى القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة على الجهود المفذولة في تحديث التسليح للقوات المسلحة المصرية وترساناتها البحرية موسيقى اعلنت وزارة الصحة والسكان امس عن خروج 98 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي بينهم اجنبية وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة واتمام شفائهم وفقا لارشادات منظمة الصحة العالمية ليرتفع اجمال المتعافين من الفيروس الى 1730 حالة كما ارتفع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من ايجابية لاسلبية للفيروس كورونا ليصبح 2224 حالة كما اوضح البيان انه تم تسجيل 388 حالة جديدة ثبتت ايجابية تحاليلها معمليا للفيروس بالاضافة الى وفاة 16 حالة جديدة وصل اليوم ولليوم الثاني على توالي الجسر الجوية بين الكويت والقاهرة لنقل ما يقارب من 450 مصريا عالقا في الكويت وذلك على متن ثلاث رحلات جوية يذكر انه بالامس وصل الى مطار القاهرة الدولية طائرة قادمة من الكويت وعلى متنها 298 راكبا من المصريين العالقين بالكويت وذلك بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة عودة المصريين العالقين في الدول الخارجية مع اعطاء الاولوية للحالات الانسانية والاطفال والمخالفين لشروط الاقامة